خلوني بالمناسبة دي علشان برضو تشوف شكل التطور اللي بجد بيحصل في مصر ونشكر فيها هنا المركز الاعلامي المجلس الوزراء تقرير فيه عرض معلوماتي لطيف جدا انفو جراف بتكلم على ايه على الجهد المصري المرة دي الجهد المصري فيه مسألة التصدي لظاهرة التغير المناخي مصر بزلت جهود كتير فيه اكتر من اتجاه واكتر من حقل واكتر من منحة من مناحي الحياة الانسانية منها ده ان مصر واخدى موقف شديد الوضوح شديد الصلابة فيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية تعالوا نبدأ نتفرج على العرض المعلوماتي ده سوا ونحاول نبسطه مع بعض قدر الامكان وان كان لا يحتاج تبسيطا ترتيبات محلية ودولية لاعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي ننسيت اقول لكم بس على منتدى شرق المتوسط وحقول الغاز اللي خلت حضرتك عندك اكتفاء ذاتي من الطاقة بل اصبحت مصدرا بعد ان كنت من اكبر المستوردين للطاقة على مستوى العالم وانت كنت عاوز ازاي تصنع بقى اوه احنا فجأة عارفنا ان عندنا غاز في شرق المتوسط صحيح ولا كنا ممكن نعرف ونطلش او نديها لشركة من شركات اصحابنا والمحاسين يلا ترتيبات محلية ودولية لاعداد ما انا مش قادر بصراحة هعمل ايه طيب قول لانت مش قادر هقدر ازاي عايزين ننسى زمان ياريت مقدرش قاعد بحول اقمعه داخلي مش قادر الترتيبات المحلية والدولية لاعداد جبهة موحدة لمكافحة التغير المناخي للمرة الاولى مصر هتستضيف مؤتمر الاطراف لاتفاقية الامة المتحدة كاب 27 ده اللي هيبقى في نوفمبر في شرم الشيخ طبعا ده بعد ما تم الاعلان عن اختيار مصر للاستضافة الدورة القادمة ليه بقى تفتكر تم اختيار مصر اولا لموقفها الواضح والرؤيتها شديدة الوضوح ولانها تتمتع باستقرار سياسي وامن حقيقي في 2019 عايز افكرك انه تم اعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزر بيضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني للصياغة استراتيجية وطنية شملة لتغيير المناخ طبعا احنا اول مرة نستضيف هذا المؤتمر الضخم وعندنا جناح مصري في مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخ وده برضو بالمناسبة لأول مرة جاري الانتهاء من اعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية يعني ايه خريطة تفاعلية؟ يعني احنا ممكن نقدر نفترض ان الشاشة دي حاجة كده زي تاتش سكرين فانت كل ما بتبدأ تدخل عليها معلومة جديدة تبدأ هذه الشاشة تتفاعل معاها فمثلا نقول ايه لو زادت درجة الحرارة في المنطقة دي المتوسطة العام مثلا عن 35 وباقت 37 درجة ايه اللي هيحصل؟ فهتشوف تأثيرها على المنطقة دي إيه لخ إيه لخ طب لو زادت معدل الامطار عن مش عارف كذا مكاعد ايه في سنتيمتر المربع ولا في المتر المربع ده هيؤدي الى ايه؟ هتلاقيها بتبلك على هذه الخريطة التفاعلية طيب ليه يا طرق بتتعمل خريطة التفاعلية دي علشان خاطر اقدر اساعد متخز القرار دايما وهو بيقول ايه والله ما تيجو يا جماعة نعمل مثلا في الحتة دي مجتمع عمران يقول له لا ما ينفعش عشان في كذا 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 ومرشح ليك انك تعمل في الحتة التانية طب انا عايز استصلح ارض في المكان ده لا بلاش في دي استصلح في المكان ده افضل لانه هيحصل في واحد اتنين تلات اربعة ده شغل بتاع قولي طيب في مايو عشرين اتنين وعشرين تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر عشرين خمسين للتصدي بفاعلية للتداعيات بتاعة التغيرات المناخية تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة للانبعاثات في مختلف القطاعات ازاي لان انا بحاول طول الوقت اشتغل واحد بطاقة نظيفة قدر الامكان زي ما انا بشجع تصنيع الهايدروجين الاخضر زي ما انا بشجع المصانع بتاعة السيارات الكهربائية زي ما انا بشجع المصانع بتاعة الطاقة البديلة ده على سبيل المثال الحصر طيب تحسين البنية التحتية لتمويل الانشط المناخية هو انا هقدر اعمل كل ده من غير محسن البنية التحتية بتاعتي يعني عشان ابني كل هذه المصانع على سبيل المثال الحصر يعني انا اكيد محتاج ان انا ادخلها طاقة اوصلها طاقة اقدر اوصلها مية اقدر اوصلها صرف صناعي صرف صحي صرف زراعي على سبيل المثال في المناطق الزراعية عايز اعمل طرق كباري عايز اعمل مجتمعات عمرانية تستوعب العمالة عايز اعمل خدمات كل ده عشان اوصل الى نتيجة واحدة الا وهي ازاي اقدر اتصدى للتغيرات المناخية واقدر اخلق او اخلق ما استطيع قوله الاقتصاد الاخضر طيب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والاثار السلبية المرتبطة بي لان انا لما بعرف الاثار السلبية ما ابدأ اشتغل على خطوط موازية على سبيل المثال ارتفاع درجة الحرارة هعليجها ازاي في الزراعة انا اقدر استنبط فصائل جديدة مثلا او اقدر اتوسع اكتر فيه زراعة عن طريق الصوب ده على سبيل المثال للحصر تحسين حوكمة وادارة العمل في مجال تغير المناخ وتعزيز البحث العلمي اللي هو الاساس وراء تقدم الشعوب تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وادارة المعرفة والوعي لمكافحة تغير المناخ الوعي هنا انا وحضرتك نحن نبقى فاهمين الخطورة اللي بيسببها التغير المناخي ايه وكيفية ان احنا نبقى طرف فيه التصدي لهذه التغيرات المناخية اللي بعده الله اللي بعده كده مسقفت ماشي حلو طيب عندنا حاجة اسمها السندات الخضراء سمعت عنها قبل كده اقولك السندات الخضراء هي سندات بتهدف لتوفير تمويل بس الايه بقى المشروعات الصديقة للبيئة زي ايه مثلا مصانع تدوير المخلفات يبقى دي سندات تمويلة مثلا عايز اعمل مصنع لالواحة الطاقة الشمسية سندات دي تمويلة عايز اعمل مصنع الهايدروجين الاخضر سندات دي تمويلة عايز اعمل ده اخر حاجة ما اقوله طيب عايز اعمل مصنع عربيات كهرباء ومحتاج تمويل على السيد فاند اللي انا جايبه او التمويل المبدئي اللي انا حطيته السندات الخضراء دي تمويلة طيب عندنا 750 مليون دولار هو قيمة اصدار مصر في اول طرح ليها من السندات الخضراء في الاسواق العالمية خمس سنين كأول دولة بالشرق الاوسط وشمال افريقيا تعتمد وتصدر السندات الخضراء 750 مليون دولار طيب عندنا 3 و 7 من 10 مليار دولار هي قيمة طلبات الشراء على هذا الطرح انت لما تيجي تطرح الشيء فانت بتبقى طرح القيمة نفسها لهم 750 وارد انه يجي لك طلبات اعلى انا اتذكر ان انا مرة زمان جدا يعني اشتريت اسهم في شركة من شركات الاتصالات والمعلومات الكبيرة انا زيك حلو ولا زالت يعني فكان وقتها اكتتاب فالسهم بتاعها كان بعشرة جنيه ده قيمة الاكتتاب فروحت طلبت ايه 1000 سهم ماشي هيدفع بقى 10.000 جنيه لكن اتخصص لي قد ايه وقتها اتخصص لي 10% منهم بس 100 سهم فده معناها ان الاكتتاب اتغطى اكتر من 10 مرات فهمتني طيب هي دي المسألة بتاعت 3 و 7 من 10 مليار طيب 1 و 9 من 10 مليار دولار هي قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة حتى هذه اللحظة احنا عندنا مشروعات خضراء بقيمة تقريبا 2 مليار دولار طيب وتم وضع اول اطار لدليل معايير الاستدامة البيئية ليه عشان يتم تطبيقه على مشروعات الموازنة العامة ككل اقدر احط المعايير وبالتالي اول هل هذه المشروعات تتفق مع هذه المعايير ولا لا فإلا تتفق هعمل ايه علشان تتناسب وتتفق مع المعيار بتاع التنمية المستدامة بتاعي والحفاظ على البيئة والحفاظ على المناخ هعمل ايه هعمل كذا وكذا وكذا فيبقى فيه عندي كده ايه كتاي بقى فتحه اه لازم نعمل كده يبقى هنطبق ده خلال الموازنة القادمة وما الى ذلك شوف بقى نسبة الاستثمار العامة الخضراء الى اجمالي استثمارات العامة الخضراء للاستثمارات العامة العادية كانت 15% في 20-21 قفزت الضعف بقى 30% في 20-21 20-22 وتصل الى 50% زيادة في 24-25 يعني انت هنه بتتكلم في 4 سنين تزيد من 15% لـ 50% يعني تزيد قد ايه تقريبا 3 مرات و 3 من 10 3 اضعاف و 3 من 10 زيادة طيب بايجاز شديد كل اللي اقدر اقوله لك ان مصر خدت القرار في انها هتسير نحو مستقبل اخضر وده جزء من اللي كنت بقوله لك مبارح على خلفية كلام الدكتور طه حسين ازاي تتحول الى ند لاوروبا سوف تأخذ ما تأخذه وتترك ما تتركه مش دي المسألة لكن الندية تيجي بايه علم واقتصاد فيقوي ظهرك اقتصاديا اه سياسي علم واقتصاد ساعتها انت سياسيا صلب ولا حد يقدر يقرب لك